خالد الغندور نزل على صفحاته الشخصية زي بوست كده بيقول جلسة مع المستشار المرتضى منصور من أجل التفاوض على العودة لقناة نادي الزمالك أعتقد الموضوع ده أنا ساعدت بيه جدا لما سمعته لأن خالد الغندور يعني كفاية أحمد جمال ماشي وخالد الغندور وبقية الزمل المحترمين هم اللي موجودين فرحيل خالد الغندور لا صعب خالد الغندور تتفق أو تختلف عليه فهو إعلامي زمالكاوي من الدرجة الأولى خالد الغندور قناة الزمالك بدونه صعبة جدا جدا فأنا ساعدت جدا أن خالد الغندور اقترب من العودة بعد الاتفاق طبعا لنادي الزمالك طيب تعالوا بينا ناخد خبر تاني تعالوا بينا ناخد خبر تاني إيه الخبر اللي احنا عاوزين نتكلم فيه الظاهر أن يعني مش عاوز أقول المياه رجعت لما جريها لأن ما كانش فيه أصلا مشكلة ولكن كان فيه سوق تفاهم كان فيه اختلاف في وجهات النظر أعتقد النهاردة أو مبارح كان عيد ميلاد أمير مرتضى منصور بقوله أكيد كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة أمير وإن شاء الله بإذن الله دايما كده تكون أيامك كلها أعياد فتوح نزل على انستجرام بوست تهنئة بعيد ميلاد أمير مرتضى منصور وكذلك أشرب بن شرقي نزل بوست الأمير وفرجاني ساسي بعد تهنئة لأمير مرتضى منصور ولكن خلوني أقف عند فتوح لأن فتوح لفترة نفاتت كان الناس اتكلمت وإحنا اتكلمنا من ضمن الناس اللي اتكلموا أنه كان فيه خلافات وكان فيه أزمات وبسبب عدم الانضباط اللي فيه بعض لعيبة نادي الزمالك ولكن أن فتوح بيهنئ أمير مرتضى منصور على انستجرام كان ممكن تعدي كان ممكن فتوح لو لسه فيه خلاف كان ممكن فتوح يكبر دماغه إنما فتوح أنه هو يفتكر أمير مرتضى منصور ويعمله بوست مخصوص ليه تهنئة أمير مرتضى منصور اعتبارها صدمة حزينة وأنا زعلت وأعتقد كل الزمالكوية زعله على رحيل الأهلاوي بلال علام بلال علام رحل من قناة أون تايم سبورت وراح قنوات اس اس سي السعودية وخلاص بلال علام يعني يمكن السنة دي الدوري طبعا صعبة جدا على الزمالك فأنا بالنسبالي الدوري راح وبلال علام راح فمش هنقعد بقى نقول الدوري في مية عقبة ومش عارف ايه خلاص الجملة دي أعتقد إن إحنا سمعناها السنتين اللي فاتوا وكفاية علينا قوي كده إن إحنا سمعناها السنتين اللي فاتوا وإن شاء الله بلال علام مزيع أهلاوي ولكنه محترم محايد بيدي كل زي حق حقه وأنا سعيد إن بلال علام بياخد تجربة في قنوات الاس اس سي السعودية مزيع متقلق مزيع موهوب مزيع عنده مهنية يعني إيه مهنية يعني الراجل بيشتغل بيقدم شغله وراجل محايد المفروض إن بيقدم شغله عكس الناس التانية ودي كورة عرضية للنادي الأهلي فيه بصراحة أصوات في أون تايم سبورت بعد بلال علام محتم بطيشة أعتقد إن الدنيا من سي الأسوأ لازم أون تتعاقد مع مزيعين بسبب يعني الكوميديا اللي قناة أون بيتقدمهن فيه التعليق على المباريات فأكيد بقولي بلال علام ربنا يا ربي وفقك وي كرامك فيه الخطوة القادمة طيب ده كان بلال علام عاوز أقولك إن فيه السوبر المصري السوبر المصري كاس السوبر المصري بدأت بتتضح المعالم بتاعته هيقام يوم خمسة مايو هيقام في الإمارات يوم خمسة مايو الزمالك هيكون الطرف الأول في هذا السوبر والطرف الثاني يا الأهلي يا بيرميدز اللي هلعبه في نهاية كاس مصر اللي هيكسب منهم هو اللي هيقابل الزمالك فيه السوبر المصري في الإمارات أعتقد وأتوقع إن شاء الله بإذن الله الزمالك يقابل بيرميدز تبقى مقابلة نظيفة مقابلة ما فيهاش مقابلة نظيفة خلوني يعني إن شاء الله تبقى مقابلة نظيفة مش مقابلة مش نظيفة يعني إن شاء الله الزمالك وبيرميدز يتقابلوا إن شاء الله بإذن الله فيه كاس السوبر ويبقى أول كاس السوبر فيه تاريخ بيرميدز يعني وأول بطولة بيرميدز ياخدها إن شاء الله بإذن الله بطولة تانية بيتم الاعداد ليها وبيتم التجهيز لها وهي البطولة العربية البطولة العربية كانت تسمى البطولة العربية للأندية الأعوام السابقة أعتقد أن كان آخر نسخة لها كانت 2019-2020 البطولة العربية آخر نادي حصل عليها هو كان الوداد البيضاء والمغربي لما فاز على اتحاد جدة بدربات الجزاء كانت في 20-21 ووقفت لم تستكمل بسبب كورونا وبسبب يعني الأحداث بتاعت كورونا والكلام اللي حضراتكم عارفينه هترجع البطولة العربية تاني هتبقى اسمها كياس الملك سلمان هتضم 37 نادي المرحلة الأولى أعتقد هتبقى بنظام الزهاب والعودة ولكن المرحلة النهائية بقى اللي هي هتكون أعتقد نظام المجموعات هتكون في المملكة العربية السعودية جواز البطولة دي بتصل ل10 مليون دولار وهتنطلق من 1 ل 5 مارس في يوم من الأيام دي هتنطلق البطولة وبالنسبة بقى للدور المجموعات هتكون من 27 إلى 25 أعتقد هتاخد حوالي يعني مش هتكمل شهر 3 أسابيع أو كمان أسبوعين من 27 إلى 25 أعتقد حوالي 15 يوم فمش هتكمل أسبوعين فإن شاء الله يكون الزمالك مشاركة في مصر وأنا هقول لكم كواليس مشاركة الزمالك فيها البطل هياخد 6 مليون دولار والوصيف هياخد 2.5 مليون دولار فدي البطولة العربية وده النظام الجديد بتاعها إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب نادي الزمالك هنرجع للبطولة العربية وهقول لك الكواليس اللي بتحصل في نادي الزمالي طيب هنرجع تالبطولة العربية ولكن خلونا ناخد خبر كده منتخب المغرب بجد زي ما هو شرفنا في كاس العالم فمنتخب المغرب بيشرفنا بعد كاس العالم وبيشرفنا في المباريات الوديا منتخب المغرب هيواجه منتخب البرازيل وديا يوم 25 مارس على ملعب ابن بطوطة منتخب المغرب رابع العالم رابع العالم بجد مش بطولة ودية اسمها كاس العالم للأدوية فيها فلعتين تلاتة جزر المالديف على جزر الأوكيانوس على أوكلاند سيتي على بطل أمريكا الشمالية اللي ما فيهاش كورة لا دي بطولة كاس العالم بجد منتخب المغرب طبعا تقلق وحصل على المركز الرابع فالمغرب لما يطلب أنه يلعب أي فريق البرازيل إيطاليا أسبانيا ألمانيا الفرق المصنفة هيتم الموافقة على طول والمغرب هيلعب منتخب البرازيل وديا فيه 25 مارس القادم يا بخت المواطن المغربي عندهم كورة بجد عندهم دوري محترم ما عندهمش نادي فاسد نادي قذر كل المنظومة بيتخدم عليه ما عندهمش الكلام ده عندهم منتخب محترم ما عندهمش منتخب بتتأجل مبارياته عشان نادي فاسد بيلعب هنا أو بيلعب هنا لا دوري محترم دوري منتظم دوري عادل ما عندهمش الوداد المغربي هناك بيدخل كل المحافظات الرجاء المغربي بيدخل كل المحافظات ما عندهمش نادي مدلل نادي مبوز الكورة في المغرب ما عندهمش الكلام ده وكل الأندية هناك سواسية عشان كده الدور المغربي عمل منتخب محترم وكمان موضوع الاحترافة عندهم ده خلى كل المنتخب المغربي بقى محترفين فقدرت ان انت تشوف منتخب كوي بيقدر انه هو يكسب اكبر فرق العالم بيكسب اسبانيا وبيطلع للدور يعني قابل النهائي وبيلعب فرنسا لا منتخب محترم منتخب محترم فيبخت الشعب المغربي بالادارة بالجامعية المغربية اللي عندهم اللي هي اسمها الاتحاد يعتبر الاتحاد الكورة عندنا يعني عندهم هناك اسمها الجامعية المغربية ناس محترمة بقيادة المحترم فوز الاججع اللي شتمو قبل كده ودلوقتي بيشكروا فيها عشان المصالح بتتصالح عندهم رئيس الاتحاد كورة محترم عندهم اتحاد كورة محترم بيدير المسابقة بانتظام اتحاد كورة مالوش في كده النسا مالوش ان هو يعاند رئيس نادي عشان يعمل كده نسا بشغل مؤامرات قذرة ما عندهمش الكلام ده لا عندهم اتحاد كورة محترم بيطبق القانون والليحة بتطبق على الجميع فهنيئا للمنتخب المغربي مواجهة البرازيل وهنيئا للشعب المغربي انهم عندهم منتخب قوي منتخب محترم بيقدر يواجه اكبر فرق العالم فده الخبر حبيت ان انا اتكلم مع خضراتكم فيه لاني حزنت على مصر واللي بيحصل في مصر حزنت بصراحة على اللي بيحصل في مصر